ويعني يريد أن تكون عنده معرفة بعلم الساعة لكن أخفاها رب العالمين حتى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الساعة قريب قال الله جل وعلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وفي قول الله اقتربت الساعة وانشق القمر هنا اقتربت أي قربت وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعين السبابة والوسطى أي أنها قريبة وفي قول الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أي قربا والساعة سريعة جدا الله جل وعلا الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم في سورة النحل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني لمح البصر طرف لمح معروف عند الناس فأمر الساعة قريب وسريع ولا يحتاج ربنا إلى مثنوية وما أمرنا إلا واحدة يعني مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يكرر كالملوك والرؤساء والناس أحيانا يكرر في الأمر الواحد لكن أمر الله جل وعلا لا يحتاج إلى مرة ثانية علم الساعة من علم الغيب في قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير النبي لما قرأ هذه الآية نعم بينها يعني لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا وأما يومها ففي يوم الجمعة لكن في أي شهر لا ندري في أي سنة لا ندري علمها من علم الغيب في قول الله تبارك وتعالى وإن الساعة آتية أكاد أخفيها وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى عرفنا بأنها من علم الغيب ولهذا لما سألنا لما سألا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الساعة ماذا قال قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها فأخبر بالأمارات ولم يخبر متى الساعة بقي الآن أكاد أخفيها عمن يعني في قول الله وإن الساعة آتية أكاد أخفيها عمن يكون إخفاؤها عن الخلق يعني أكاد أخفيها عن الملائكة جبريل ما علم ما يعلم والملائكة ما يعلمون في قول الله إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي كيف يخفيها عن نفسه يعني من شدة المبالغة في إخفائها كاد يخفيها عن نفسه أنت متأكد طيب أضواء البيان عند هذه الآية هناك أقوال لكن هذا من أقواها وهذا أسلوب عربي العرب تستخدم ذلك أخفاها عن الخلق أخفاها يعني كاد كأنها يعني فيها مقاربة مهم ولهذا ترى أن بعض الناس ربما ينزل حوادث وبسبب جهله وقلة علمه وبضاعته ربما يقع في الشك هناك أمارات ينتظر متى ستقع ما وقعت وانجلت الساعة يعني كما في قول الله جل وعلا ثقلت في السماوات والعرض لا تأتيكم إلا بغتة هي ثقيلة على أهل السماء وثقيلة على أهل العرض وقد ألف العلماء رحمهم الله كتبا في الساعة وأشراطها وفي الفتن والملاحم نعيم ابن حمد الخزاعي له كتاب الفتن والملاحم لكنه يحشد ما صح وما لم يصح ما هبى وذب وهكذا ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية يعني في مجلدين تكلم عليها الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله له ثلاثة مجلدات في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ومن أحسنها وأخصرها وهو رسالة علمية للشيخ يوسف الوابل سماها أشراط الساعة هذا كتاب جيد مختصر يأتي بالراجح ويعني يعرض عن كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهكذا طيب هنا أكاد أخفيها قوله إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكأنها لا بد منها قوله أكاد أخفيها قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأها أكاد أخفيها من نفسي يقول لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا وقال ابن عباس عن نفسه وكذا قال مجاهد وأبو صالح وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكاد أخفيها يقول لا أطلع عليها أحدا غيري وقال السدي ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة وهي في قراءة ابن مسعود إني أكاد أخفيها في نفسه من نفسي يقول كتمتها عن الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها عن نفسي لفعلت قال قتاذة أكاد أخفيها وهي في بعض القراءات أخفيها من نفسي ولا عمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء المرسلين قال ابن كثير قلت وهذا كقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فقلت إذن هذا قاله جمع من المفسرين الرثمان فائدة من كلام الشنقيطي أن يحاول هذا في أضواء البيان قوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفيها بالفعل ولكنه قارب أن يخفيها لأن كذا فعل مقارب أكاد يعني بمعنى كاد أن يخفيها ولم يخفيها وقد جاء في آيات أخر التصريح بأنه أخفاها كقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وكقوله قل إنما علمها عند ربي وقوله فيما أنت من ذكراها إلى غير ذلك والجواب من سبعة أوجه الأول وهو الراجح أن معنى الآية أكاد أخفيها من نفسي أي لو كان ذلك يمكن وهذا على عادة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كثمان أمر قال كتمته من نفسي أي لا أبوح لأحد ومنه قول الشاعر أياما تصحبني هند وأخبرها ما كنت أكتمه عني من الخبر يعني يعني يخبرها عن شيء كاد يعني يخفي ويكتم في نفسه ونظير هذا من المبالغة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يضلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ما الشمال هو جسد واحد لكن أراد المبالغة في الإخفاء وهذا القرأ وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين وممن قال به ابن عباس ومجاهد وقتاده وأبو صالح كما نقله عنهم ابن جرير وجعفر الصادق كما نقله عنه الآلوس في تفسيره ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي كما نقله الآلوس رحمه الله وروا ابن خالوي أنها في مصحف أبي كذلك فكيف أظهركم عليها وهذه قراءة تفسيرية من الشواذ هي تفسيرية الوجه الثاني أكاد أخفيها أي أخفي الإخبار بأنها آتية والمعنى أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفاء لتعيين وقت إتيانها الثالث أن الهمزة في قوله أخفيها هي همزة السلب لأن العرب كثيرا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل كقولهم شكا إلي فلان فأشكيته أي أزلت شكايته وقولهم عقل البعير فأعقلته أي أزلت عقاله وعلى هذا فالمعنى أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها بأن أظهرها اقترب للناس حسابهم وساق وأطال رحمه الله وتعالى وهذا هو الصحيح أكاد أخفيها أي عن نفسي قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله أيان مرساها قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منتهاها أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو طيب إذن يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى تقع ولهذا يقولون عرسة السفينة أي انتهت إلى المكان الذي ستقف فيه ونوح قال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها يعني هنا مرساها أي أنها ستقف رست أي ستقف ففي قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى تقع متى تتقع الساعة ويعني في أي زمن ستكون قال رحمه الله قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى فإنه هو الذي يجليها لوقتها أن يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد لا يعلم ذلك إلا هو إلا هو تعالى ولهذا قال ثقلت في السماوات والأرض قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاد في قوله ثقلت في السماوات والأرض قال ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون قال معمر قال الحسن إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض يقول كبرت عليهم وقال الضحاة عن ابن عباس في قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة طيب إذن ثقلت في السماوات والأرض ما معنى ثقلت فسرت بتفسيرين بمعنى أنها ثقيلة على أهل السماوات والأرض فإذا جاءت تغير الكون الجبال تقلع والنجم تتساقط والشمس تتكور والقمر يخصف بضوئها والبحار تتفجر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إذن هي ثقيلة هذا قول القول الثاني بمعنى ثقلت في السماوات والأرض أي لا يعلمها والشيء الذي لا يعلمه الإنسان يكون ثقيلا عليه شيء الذي لا يعلمه الإنسان يكون ثقيلا عليه ترى أحيانا يبحث عن شيء فلا يرتاح إلا إذا وصل إليه فإذا أخفي عنه يرى نفسه كأنه ثقيل عليه ثقلت في السماوات فسرت بالتفسيرين وقال ابن جريج ثقلت في السماوات والأرض قال إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكويرت الشمس وسيرت الجبال وكان ما قال الله عز وجل فذلك ثقلها واختار ابن جرير أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض كما قال قتاد وهو كما قال كقوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتا لا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض والله أعلم وقال السدي ثقلت في السماوات والأرض يقول خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها حين تقم ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تأتيكم إلا بغته أن يبغتهم قيامها تأتيهم على غفلة لهذا كما جاء في الحديث الرجلان ينشران الثوب يتبايعان فلا يعني تقوم الساعة فلا يكتمل البيع يعني المبايع تكون ربما في دقيقة أو دقيقتين فتقوم الساعة يعني مباشرة ومعرفة هذا الموضوع مهم يعني بين حين وآخر تكون دعاياه شائعة عند الناس القيامة ستقوم في اليوم الفلاني يعني بل مرة أشيع في أوساط الناس بأن ستقوم يوم السبت يعني ستقوم يوم الجمعة أيضا لها علامات كبرى وعلامات صغرى ويعني ليس المراد أنه ولهذا بعضهم يقول علامة ذلك أنك إذا فتحت المصحف الشريف المبارك نعم وجدت شعرة في وسط سمعتم بهذا هذا قبل سنوات هذه من الخرافات بل بعضهم مرة نام فأشكل عليه النوم أهو كان يعني بعد الفجر أو قبل الفجر في الأيام المقمرة فرأى القمر فقال قامت القيامة فالمقرهون يصحف الناس ألم قوموا ودعاهم إلى الصلاة وأقام الصلاة لا هذا من الجهل فلها أمارات ولها علامات إله نبارك الله